انه هما بينقشوا ويجادلوا لانه انور السادات اه عمل المنابر والاحزاب لما لما يكون ديمقراطية حقيقيا وكان عامل ده لزوم المشهد المسرحي وكان متصور المتعمل ده كله برضه علشان في الاخر يمجد ويعظم ويقدم ولاء له خصوصا انه عمل يعني ماشي اوكي هو الديمقراطية دي هو عاملها مسرحية ديكور طب مش احسن من الكابوسي الاستبداد اللي انتوا كنتوا فيه يعني محدش اعرف ينطق ولا حد يعرف يتكلم ولا حد يعرف يعمل مؤتمر ونص المثقفين يخشوا السجن ويش شوية تنظيمات شوية يخش السجن مش عارف ايه وتعزيف في السجون احسن ولا جريدت الاهالي وجريدت الشعب وجريدت الايه ويطلع بقى احزاب وتطلع جريد معارضة بزمتك مين احسن انا راضي زمتك حتى لو مسرحية حتى لو ديكور كابت ورقابة ما كانش فيه رقابة يا عبدالنقل السادات على الصحف على فكر ما كانش فيه زباط قاعدين في المطابع ما كانش فيه مندوبين رقابة قاعدين في الجريد والناس كان بيتكتب العايزة تكتبو وهي حتى لو تصادر صادر الجورنان يروح المحكمة ويحكم لصالح الجورنان ايوة استبداد بس استبداد ناعم استبداد سامساحة للحركة اكبر منها مش حتى بتاع حسن مبارك استبداد فيه سياسة في انتخابات اول ما استبداد قرر يبقى مستبد صرف لم الناس دي كلها ودخلها السجن اتقتل وانتهت فترته يوم ما قرر ومن مين بقى من الرباهم وحماهم وطعامهم لحمنا وقدم لهم مصر هم اللي قتلوه هم اللي اختلوه واختلوه لنفس السبب اللي هو اشارك باختيال امين عثمان مش كان بقول امين عثمان خائن وعايز يبعنا للانجليز جوهم اللي بيقتلو رئيس السادات عشان بيتهموه انه خائنوا بمعنى للامريكان وبمعنى للصحيم طب رئيس السادات وطني اعظم وطنية من اي من يعني يتجرأ ويسمح لسانه ان يدنس شخصية او سمعة هذا الرجل او يلوثها ومع ذلك ادي المشهد او السياسي المذهل لكن في الوقت ده برضو احنا اصاد هو ما عملش غير انه طلع اللي خلال المسلمين بالسجن واطلق علينا قطعان الزئاب دولة لا هو كمان نجح في انه يعمل تطور من 74 مع ورقة اكتوبر اللي طلحها واللي هو التعهد ببداية جديدة وعصر جديد انه فيه وعمل عشر اهداف للفترة القادمة واللي صاغل الورقة دي من المناسبة والسجن حد باقي الدين في بيانه الى الامة 29 ابريل 74 تصورات لغاية سنة 2000 التنمية الاقتصادية بمعدلات تفوق كل ما حققناه حتى عام 74 الاعداد لمصر عام 2000 حتى توفر اسباب استمرار التقدم للعجالة المقبلة الانفتاح الاقتصادي في الداخل والخارج التخطيط الشامل والفعال والذي يكفل بالعلم تحقيق الاهداف العظيمة للمجتمع دعم القطاع العام وترشيده وانطلاقه تمكيلا له من قيادة التنمية التنمية الاجتماعية وبناء الانسان دخول عصر العلم والتكنولوجيا التقدم الحضاري القائم على العلم والايمان المجتمع المفتوح الذي ينعم برياح الحرية المجتمع الامن الذي اطمئن فيه المواطن على يومه وغده الاجابة لا يكن طبعا فيش حاجة بدي حاجة لكن حصل مشاوير لده افسدها ودمرها ونسافها نسفا وجوده وجود الجماعات الاسلامية وتحالفه مع الاخوان المسلمين حتى الايطاحة به هو شخصيا عبر عملية اختيال دنيئة يعني لكن كل قرارات الرئيس السادات اللي خادها كانت قرارات فردية وكل قرارات اللي خادها الرئيس السادات كان شبه قرارات الرئيس عبد الناصر بالظبط لحد درس ولا حد ارى ولا حد عمل دراسات ولا حد سأل حد ولا حد عبر حد اساسا هو الفرعون الاله الفرعون الاله ده بقى لما قرر يعمل مبادرة السلام ويروح لاسرائيل رغم انه رايح مجانا تماما مكانش في اي مقابل محدش حتى اغراه والعرض عليه والنتيجة ان مصر استردت ارضها ودي حاجة عظيمة على فكرة تماما وخلينا نكلم في النتائج وجمع الجعيين اللي قعدوا قال لك احنا هنحاربوا هنسانوا لطالوا لبلح الشام والعنم اليمن ده كلام بالوقائع وبالحقائق لكن خلينا نكلمك عن الزعمة بقينه اصابة الناصر السادات كده كان سبق عصر لما خاد قرار السلام ولما خاد قرار الانفتاح زي ما فهمنا او زي ما عارفنا انا وستاذ لم يكن في يوم الايام مؤمنا بالديمقراطية ولا بالاشتراكات وانه كان يوالي عبد الناصر كرجل ظل له للبقاء في السلطة والاستمرار في دوائر الحكم الظهور الحقيقي لآراءه ومفاهيمه الحقيقية كانت واضحة جدا في سلوكه الشخصي سلوكه الشخصي في فترة عبد الناصر ثم في قراراته في فترة السبعينيات اول ما بقى رئيس لمصر وخصوصا بعد 73 عمل ايه انور السادات عمل الجواء والمؤمن به لانفتاحها للغرب وداعا موسكو اهلا الولايات المتحدة الامريكية وهو كان هواه غربي ورأيه ان الحل غربي وكان بوضوح شديد ما عندهش اي مشكلة مع الصلح مع اسرائيل ده جديد ده في سبق عصره يا جماعة من سنة 52 ل54 العلاقات بين زباط يوليو وبين الصفارة الامريكية وامريكا علاقات رائعة فيها زيارات للسفير الامريكي وفيها محاورات معاه وفي دعم الامريكي هائل لمصر في فوضاتها مع انجلترا وفي ضغط من امريكا على انجلترا لعقد اتفاقية الجلاء وفي معونات اقتصادية وفي انه الامريكان انشأوا جهاز المخابرات المصري او نواتو مع زكريا محيدين ويضربوا حراس عبد الناصر وعلى رأسهم حسن التهامي دي علاقات بامريك فالسادات ما ما ابدعش علاقته بامريك بالعكس السادات دي علاقة من اللحظة الاولى بين الصورة والامريكان اختلفوا في 55 في قصة حلف بغداد السادات معنى شيخ خالص هو استعاد مرة اخرى نفس الاجواء دي لسبق عصر ولا حاجة وعن في بغداد دا كان دعوة لجمال عبد الناصر ومصر انها تبقى جزء من الحلف الغربي ايه بقى سبق عصره 75 عملها السادات طيب الصلح مع اسرائيل ما برقيبة رئيس التونسي الشهير حبيب برقيبة من الستينات وعبد الناصر لعنوا لعنوا هجموا هجوم مقزعة في خطب علنية ورسمية واتهاجم برقيبة هجوم رهيب رئيس التونسي عشان كان رأيه انه نعمل صلح مع اسرائيل وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وحسين فوزي عمالقة الفكر والابداع والفن المصري لما قعدوا مع الرئيس عبد الناصر انه نعمل صلح مع اسرائيل فانا برضه ايه سبق عصره في ايه انوار السادات جريء خد قرار انا رأي انه جريء مجامر مقامر شبه انوار السادات بالزبط اللي كان بيتحالف مع الالمان في مواجهة الانجليز شبه انوار السادات بالزبط وهو بيعمل محاولة اختيال مطرفش اكرها ايه هو نفس الشخصية رئيس السادات لكن رئيس السادات في الوقت ده بيعمل لنا تمام مدن يعني في وعز اللي بيحصل ده خمس مدن دفع واحدة عام سبعة وسبعين العشر من رمضان خمستاشر مايو مدينة السادات مدينة اكتوبر اللي احنا فيها دي برج العرب انشاءة المجتمعات العمرانية الجديدة انوار السادات عمل جامعات في مصر في فترته في العشر سنين اكتر من جامعات اللي عملها جمال عبد الناصر يعني عمل جامعة حلوان القاهرة خمسة وسبعين قبلها الزعزي اربعة وسبعين جامعة طنطة اتنين وسبعين كل ده جامعات السادات قناة السويس ستة وسبعين المنصورة اتنين وسبعين المنوفية سنة ستة وسبعين المينيا سنة ستة وسبعين اكاديمية السادات واحد وتمانين ليس صحيحا ان رئيس السادات عمل عصره النهب والسر مش حقيقي او انو مشتغلش ومعمرش عمل بقولك هذه المدن اللي احنا فيها دلوقتي وانا عيش بما فيها برضو مدينة عمل قرار جمهوري لمدينة الضميات الجديدة قلت انا عريسه دي الضميات الجديدة دي بتبطلش ابدا من يوميها ومطول الوقت لسه جديدة طب عموما والجامعات وانشأ جامعات يعني اللي توسع في التعليم الجامعي في مصر هو انوار السادات بالمناسبة حسن مبارك على مدى 30 سنة زود 8 جامعات اللي هو لقد 10 سنين بتوع انوار السادات فليس صحيحا ما يروجه اليساريون والنصريون او مكاريو على انوار السادات انه ما كانش فيه اقتصاد الا اقتصاد اللي يفتح والنهب والسلب والسادات مداح معظم المصانع والشركات اللي هي دلوقتي كبرى اسيست ايام الرئيس السادات المشاريع اللي كانت صغيرة وفردية وعلى قد صحابها في الستينات كبرت وتعملقت مع السبعينيات لبي يكون هذا الواقع وواقع الاسلح اللي بتاع الاغزاء الفازدة والطور الجرحة والعمارات اللي بتقع كما يعني كما انتقم اليسار المثقفون المصريون من انوار السادات في افلامهم ورواياتهم عن انوار السادات وبقى روجت السبعينيات كانت كل شيء مع بعض كان استبداد ناعم على عمل اقتصادي متقدم على حرية اقتصادية جزئية على توسع في التعليم على محاولة البناء بنية اساسية على حرب اكتوبر عظيمة مجيدة على قرار انتحاري بالتحالف مع جماعات الاسلامية والاخران المسلمين عموماً يبقى بقى من اخر قرارات الرئيس السادات الذي يمكن ان توقف عندها قرار السادة 75 بانه يختار الرئيس مبارك نائب له ومن ثم يصبح رئيساً لمصر رئيس مبارك وتقعد تقرى كثيراً في اسباب الاختيار طبعاً هم لم يفصح الا قليلاً يعني لكن عايز حد من جيل اكتوبر طبعاً من اهم اسلحة الحرب يعني وغيره ليه اختار حسن اللواء حسن المبارك بالذات هل لانه كان شخصية شبه او يراه شبهه هو في ايام جوان عبد الناصر رجل ظل مصحب شخصية واضحة قوية حاضرة جامس بيناقش شخصية خشي نعم كده وبياخد ويدي في الكلام وفيه قدر من الاعتداد بالذات يظن قراراً غمضاً لكن اكتر القرارات التي تجعلك مزهولاً من ان هذا الرجل الزكي يتفزها والقرار اللي بناه على عاطفة عاطفة كراهية حمقاء وغرائبية وعجائبية غامر بيها مصر غامر بيها الانسانية انا بقول انه اظهر هذه الجامعات الاسلامية وعقد اتفاق معها ثم دعمه للحرب في افغانستان ثم توريده للمجاهدين المصريين المدعين مجاهدين يعني في افغانستان تحت مظلط المخابرات الامريكية ومن المنسبة المسؤول الملف السياسي عن علاقة مصر بالحرب الافغانية هو كان حسن مبارك شخصياً زي ما الرئيس كان المسؤول السياسي عن حرب اليمن اللي هو بعد كده يتنصل منها ويقوله عبدالنصر كان عامل مغامرات كاريجية انت كنت المسؤول السياسي عن مجابرة الخارجية دي المهم القرار الرهيب الفضيع اللي خده انور السادات اللي هو تقريباً ادخلنا عصر الاظلام عصر الجامعات الاسلامية اللي حسن مبارك جه دعم وجودهم رغم انهم قتلين سلفوا ويمكنهم من النقابات ومن الجامعات ومن الجامعيات وتوحشوا الى درجة في 25 يناير لم يكن هناك اقوى من تنظيم الاخوان مالياً اقوى من تنظيم الاخوان من حيث الاعضاء اقوى من تنظيم الاخوان من حيث السيطرة والتواجد في كل مقاع مصر اقوى من تنظيم الاخوان من حيث اختراق جامعات مصر مشهد مزري فلا ما يجي نتأمل انور السادات نتأمل كله وليس بعضه وليس شيئاً منه دون شيء آخر نشوف الشخصية كلها على بعضها علشان نتعلم من هذه الاخطاء علشان لا نكرر هذه الاخطاء وعشان نعظم هذه المنجزات اللي عملها او الاشياء المنيرة التي يمكن ان تقتضى ويحتزى بيها انما حالة الغطس فيه كراهية عمياء للرئيس السادات تشوه او الغطس فيه تقديس احمق للرئيس السادات واعتبار انه رجل سبق عصره وزمانه ومش عارف ايه وانه الاعظم كل هذه الامور تدعونا مرة اخرى للتأكيد على ان هذا الواقع المصري واقع مستعد دائما انه يتفرعن وانه واقع يغيب تغيب عنه الرؤية والحكمة والنضج والواعي لانه يغيب عنه دائما او تغيب عنه دائما الحرية